مساء الخير كيف كون اليوم اصدقائي الله يسعد مساكن اصدقائي اول شي خليني اقول انه اي شخص ممانو متابع الاستاذ فايز على التيك توك ياريت يروح يتابعوا لانه فان يستحق المتابعة عنده هو محتوى بيقدم معلومات نصائح كل شي بتعلق باللجوء بهولندا الاندماج الدراسة بالبلديات هو عنده الفكرة الكافية ان شاء الله طبعا هو نزل فيديو على التيك توك بانه قديش رح يكون الاوت كيرينج ابتداء من واحد سبعة وانا فعلا نزلت انه رح يصير فيه زيادة ابتداء من واحد يولي من فترة نزلت هلا هو نزل فيديو اليوم وانا مشان انه اذا ما حدا شاف الفيديو اللي هو منزله انا منخلي يعني انا بدك تقول اي عادة نشر لحتى الناس كلها تستفيد وتعرف يلي ما عنده معلومات هلا الراتب المساعدة الاجتماعية الاوت كيرينج من واحد يولي الفين واربع وعشرين الشخص الاعزب وهي اللي عمره واحد وعشرين سنة وما فوق رح يحصل على الف وثلاثمية وثمانية فاصلة خمسة واربعين سنت هاي بعد ما يقطعوا عنه الفاكانسي خلتيا اللي هي الاجتازة السنوية رح يبقاله صافي اه الفمتين وثلاثمية واربعين فاصلة اثلاتة سنت للاشخاص اللي متزوجين او للشركين يلي عايشين ما بعض رح ياخدوا الف وثمانية وتسعة وستين فاصلة ووحدة ووشرين سنت وبعد ما يقطعوا الفاكانسي خيلد لجازل سنوية رح يبقالوا صافي 1775.75 سنة طبعا صفحة الستانسفايز هوني فيكن فوتو اضيفو وبتمنى اكون كل خير بتمنى اكون انا وضحت كمان بما في الكفاية عن المساعدة الاجتماعية اللي هي الاوت كيرينج واي شخص مهتم او حابب يعرف ياريت من خلال هذا الفيديو ياخد المعلومة الكافية تحياتي للجميع اكيد رح شوفكم فيديو تاني واصبحون على الفغير